الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طريق القلة أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وتبلقأكم وتبوأتم من جنة الله منزله رؤية زيد دوار الشمس في المنام هي رؤية محمودة وتدل على الخير القادم لصاحب الرؤية كما تدل رؤية بزور الشمس في المنام علامة على الخير والرزق الكثير لصاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الرأي رؤية بزور دوار الشمس في المنام علامة على تغيير جزري وخير جزري قادم له في حياته والله أعلم رؤية دوار الشمس في المنام علامة وإشارة على الفرج والتيسير في الحياة لصاحب الرؤية والله عز وجل أعلى وأعلم إذا رأى الحالم أنه يأكل بزور دوار الشمس في المنام تكون إشارة على جني الأموال الكثيرة القادمة له في الحياة والله أعلم إذا رأت الفتاة العزبة أنها تأكل بزور دوار الشمس في المنام تكون إشارة على تمكين وتحقيق إنجازات وأمنيات كانت تتمنى أن تحققها في حياتها والله أعلم رؤية المرأة المتزوجة أكل بزور دوار الشمس في المنام تكون إشارة على العلم والخير الكثير لها إذا رأت المرأة المطلقة أكل بزور الشمس في المنام تكون إشارة على الفرج والخير الكثير لها والله أعلى وأعلم رؤية البزر الأسود في المنام دليل على المشاكل التي يتعرض لها صاحب الرؤية والله أعلم رؤية أكل البزر الأسود في المنام والله أعلم علامة على الابن العق الغير بر بأبيه وأمه والله أعلم رؤية البزر الأسود في المنام علامة على الأحزان والآلام في حياة صاحب الرؤية والله أعلم رؤية البزر الأسود في المنام علامة على متاعب يتعرض لها صاحب الرؤية الفترة القادمة في حياته والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل بزر أسود في المنام علامة على مشاكل زوجية كثيرة والله أعلم إذا رأى الرجل أنه يأكل البزر الأسود في المنام علامة على مشاكل في العمل أو خسارة في الأموال والله أعلم إذا رأى الفتاة العزباء أنها تأكل البزر الأسود في المنام علامة على مشاكل كثيرة مع خطيبها والله أعلم إذا رأى المرأة الحامل أنها تأكل البزر الأسود في المنام علامة على مشاكل وألام كثيرة أثناء فترة الحمل والله أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل البزر الأسود في المنام والله أعلم علامة أنها طلقت بسبب مشاكل كثيرة والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته